السلام عليكم أهلاً سنة رابعة ابتدائي معاكم يسوفاء نادي والدرس الأول في الترمي الثاني الزراعة وتربية الحيوان وصيد الأسماك الوحدة الأولى اسمها الأنشطة الاقتصادية في مصر في البداية لازم أعرف يعني إيه نشاط اقتصادي النشاط الاقتصادي هو العمل أو الحرفة التي يقوم بها الإنسان لسد احتياجاته يعني إيه الكلام ده النشاط الاقتصادي هو الشغل اللي بيشتغله أي إنسان كل واحد ليه شغل بيشتغله؟ ممكن حد يشتغل في الزراعة، في الصناعة، أو في السياحة، أو في الرعي فيه أنشطة اقتصادية كتيرة جداً يبقى كلمة نشاط اقتصادي يعني العمل أو الحرفة هو الشغل اللي بيشتغلوا مين؟ الإنسان يبقى النشاط الاقتصادي إيه؟ هو العمل أو الحرفة التي يقوم بها مين؟ الإنسان طيب الإنسان بيشتغل ليه؟ الإنسان بيشتغل علشان يسد احتياجاته بمعنى أن أنا لو عايز آكل لازم أزرع علشان آكل لو عايز ألبس لازم أصنع ملابس علشان ألبس طيب، يا طرى أنا لو زرعت زرع وأنتجت محصول كل المحصول اللي هنتجه هيكون ليه واللي هاخد جزء ليه أستفد بيه والجزء الثاني أبيعه فأكسب مال واشتري اللي أنا عايزه يبقى الإنسان بيشتغل علشان يسد احتياجاته لو زرع هيزرع وياكل وباقية الزرع هيبيعه علشان يكسب أموال ويشتري أي حاجة محتاجها يبقى النشاط الاقتصادي هيوفر حاجتي أنا كفرد وهيوفر كمان حاجة المجتمع طيب، إيه هي بقى أهمية الأنشطة الاقتصادية؟ ليه الناس بتشتغل بما تفسر أهمية الأنشطة الاقتصادية؟ واحد، توفير احتياجات الفرد والمجتمع من ملبس ومسكن وغذاء النشاط الاقتصادي هيوفر حاجة الفرد، هيوفر غذاء، هيوفر مسكن، هيوفر ملبس للفرد والمجتمع كمان لو أنا زرعت محصول كبير، زرعت بطاطس كتير جدا ووفرت حاجة المجتمع من البطاطس، وتبقت عندي كمية بطاطس، أعمل فيها إيه؟ هبحها للدول الأخرى اللي ما عندهاش بطاطس، يعني هصدرها وهكذا، لو أنتجت ملابس أو أنتجت منتجات زراعية، صنعية، لو عندي منتجات كتيرة وأنا المنتجات دي كفتني، هعمل ببقية الانتاج إيه؟ هصدره للدول اللي محتاجة يبقى تاني أهمية للأنشطة الاقتصادية، توفير فائد في الانتاج للتصدير يبقى النشطة الاقتصادي هيوفر حاجة الفرد والمجتمع من ملبس ومسكن وغذاء وكمان الفائد اللي عندي في الانتاج هعمل فيه إيه؟ هصدره يقول لك سؤال مهم جدا أكمل، أهم الأنشطة الاقتصادية في مصر نقط ونقط ونقط عندي أنشطة اقتصادية في مصر زي إيه؟ مثل الزراعة، الصناعة، النقل والمواصلات، السياحة، التجارة، الصيد والتعدين طيب يعني إيه تعدين؟ كلمة غريبة شوية عليكو يا سنة ربعة التعدين هو استخراج المعادن من باطن الأرض المعادن ربنا خلقها وموجودة في باطن الأرض في الأرض فعشان أحصل على المعادن دي بحفر في الأرض واستخرج المعادن يعني أطلع حديد من الأرض، أطلع فوسفات عملية استخراج المعادن دي اسمها تعدين وفيه ناس في مصر بيشتغلوا في حرفة التعدين دي أهم الأنشطة الاقتصادية اللي موجودة في مصر بس لازم تاخد بالك أن الأنشطة الاقتصادية بتختلف من مكان إلى آخر يعني لو أنا عندي محافظة فيها تربة خزبة ومية عزبة تربة خزبة يعني أرض صالحة للزراعة أقدر أزرحها وفيها مية عزبة يا ترى ممكن أشتغل في حرفة إيه؟ صح، أكيد هشتغل في حرفة الزراعة في محافظات تانية فيها مصانع كتيرة فمعظم سكانها هيشتغلوا في حرفة الصناعة وفيه محافظات تانية ممكن يكون فيها أصار فهيشتغل سكانها في حرفة السياحة يبقى نركز تاني تختلف الأنشطة الاقتصادية في مصر من مكان إلى آخر فيه عندي محافظات زراعية، محافظات صناعية، محافظات ساحلية، محافظات صحروية، ومحافظات سياحية المحافظة الزراعية يعمل معظم سكانها في حرفة إيه؟ فعلا في الزراعة وتربية الحيوانات طيب لو سألك المحافظة الصناعية يعمل معظم سكانها في حرفة إيه؟ الصناعة والخدمات طيب المحافظة الساحلية ممكن سكانها يشتغلوا في حرفة الصيد وكمان ممكن يشتغلوا في حرفة بناء السفن يبني سفينة عشان يقدر يصطاد أو كمان في السياحة وفيه عندي بقى محافظات صحروية يعني الميا العزبة فيها هتبق ليلة والطربة الخيز بق ليلة فممكن أشتغل في حرفة الرعي أو التعدين والمحافظات السياحية اللي فيها مثلا قصار هيعمل معظم سكانها في إيه؟ في السياحة يبقى عرفنا أن الأنشطة الاقتصادية بتختلف من مكان إلى آخر وبتختلف من محافظة إلى آخر فيه أنشطة تانية بتخدم المجتمع ودي اسمها أنشطة الخدمات مثل التعليم والصحة والأمن نركز في عندي أنشطة اقتصادية زي الزراعة والصناعة والنقل والمواصلات والسياحة والتجارة والصيد والتعدين كل دي اسمها أنشطة اقتصادية وفيه أنشطة تانية اسمها أنشطة الخدمات أنشطة الخدمات زي إيه؟ زي التعليم والصحة والأمن يعني إيه؟ أنشطة الخدمات بتغضب المجتمع وموجودة في كل المحافظات يعني مش معقولة هلاقي محافظة مفيهاش مدرسة أو مستشفى أو مفيهاش أمن يبقى لازم ناخد بالنا أن الأنشطة الاقتصادية بتختلف من مكان إلى آخر ومن محافظة إلى أخرى لكن أنشطة الخدمات موجودة في كل المحافظات وفي درس النهاردة هنتكلم على النشاط الزراعي وتربية الحيوانات وصيد الأسماك وهنبدأ بالنشاط الزراعي يعني إيه زراعة؟ الزراعة هي نشاط يقوم به الإنسان منذ القدم في المناطق التي تتوافر فيها موارد المياه والطربة الخزبة وترتبط بها تربية الحيوان يعني إيه؟ زي ما احنا عارفين أن الزراعة موجودة منذ القدم الزراعة هي اللي ساعدت على استقرار الإنسان فهي نشاط قديم جداً والإنسان قام به منذ القدم طيب أنا عشان أشتغل في حرفة الزراعة ينفع أزرع في أي منطقة؟ لا أنا بزرع في المناطق اللي فيها مية عزبة وطربة خزبة لازم يبقى عندي مية عشان أروي الزرع يكون عندي طربة صالحة للزراعة وكمان هنلاقي دايماً إن الزراعة بترتبط بها تربية الحيوان اللي بيزرع دايماً بيربي حيوانات طيب إيه هي أهمية الزراعة؟ بما تفسر أهمية الزراعة وتربية الحيوان أنا بزرع ليه؟ لأن الزراعة بتوفر لي إيه؟ واحد احتياجاتنا اليومية من الغذاء محتاج بطاطس هزرع بطاطس محتاج أمحة محتاج درة محتاج شعير أو أي منتج زراعي محتاجه هزرعه فهوفر إيه للإنسان؟ هوفر الغذاء طيب أنا بزرع قطن ليه؟ حد بيأكل قطن؟ لا طبعاً طيب بزرع قطن ليه؟ بزرع القطن علشان أصنع منه الملابس يعني في منتجات زراعية بخدها أصنعها طبعاً زي إيه؟ زي القطن بصنعه يبقى ملابس زي قصب السكر بصنع منه السكر فالقطن والقصب ده بسميه مادة خام يبقى الصناعة بتحتاج مواد خام عشان تصنع مصنع الملابس بيحتاج مادة خام عشان يعمل ملابس وهي إيه؟ القطن مصنع السكر بيحتاج مادة خام عشان يعمل سكر المادة الخام دي هي إيه؟ هي قصب السكر يبقى الزراعة كمان بتوفر لي بعض المواد الخام اللازمة للصناعة زي القطن وقصب السكر كمان تربية الحيوان مفيدة لإنها هتوفر لي ألبان ولحوم وجلود دلوقتي هنعرف أهم المنتجات الزراعية في صناعات في مصر بتحتاج منتجات زراعية ومنتجات حيوانية بتحتاج منتجات زراعية زي إيه؟ عندي الخبز عشان أعمل العيش بيتصنع من إيه؟ بصنعهم الأمح أو الدرة أو الشعير وكمان عندي الملابس القطنية بتتصنع من الخيوط اللي بصنعها من نبات القطن وعندي كمان منتجات حيوانية بصنع منها اللحوم والألبان اللحوم والألبان دي بجيبها منين؟ طبعا من الأبقار والجموس والماعز والأغنام والقبل كل دول بيطلعوا لمنتجات حيوانية أقدر أجيب منها لحوم وألبان وبكده انتهى شرح الجزء الأول من الدرس أتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته